بين النواويس و كربلا يجي فالسؤال واضح زين الحسين وين ندخل وين قتل في كربلا قولها طبعا هذا من المروريات وواضح اللهم ندينة اسمها كربلا وهذا اللي يكون واضح زين شون يجيب بين النواويس و كربلا يعني ليس في كربلا قولها قبل زوء العاش في ذهني فترة من الزمن سألت فيه احد كبار السن والاقتصاصيين من شكان كربلا عظيم الله تعرفه قل لي بفساطة هاي النواويس و كربلا وهو وسط كأن النواويس و كربلا شنو النواويس في احد طرفي المدينة الحالية و كربلا بالآن هو التوخيم اللام هو الطرف الاخر من المدينة فيقول الحسين قد شنو الدفن في وسط هاتف هاتفين المنطقتين أو عتين من المنطقتين هذا هو ما على ذلك ان المنطقة التي دفن فيها الحسين في ذلك الحين لم تكن مسمات بكربلا الطرف أو الغاضريات و ليست كربلا نعم كربلا امتحد لها من كربلا المجاورة لا أسميناها كربلا أنا حسب فهمي هكذا و طبعا هي لازالت بهذا ليسوا ولكنه بدأ لو لاحظنا الفهم القديم اللغوي فمنطقته ليست كربلا و إنما هو شنو يحارب و دفن بين النواويس و كربلا و ليس في كربلا و ها إلى الآن نسميها واقعة الطف لا نسميها واقعة كربلا النواويس تعني الصناديق التوابيت النصارى يدفنون موتاهم في الأرض بعد أن يضعوهم في الصناديق بينما العرب من غير النصارى لا يفعلون هذا يدفنون موتاهم في التراب ولذا ميزت مقابرهم بأنها مقابر الصناديق مقابر التوابيت و التابوت هو الآخر صندوق يكون مقفلا له غطاء هذا هو التابوت و الناوس كذلك فهي جزع من كربلا إنها مقابر كربلا مثل ما ضربت لكم مثالا عن مقبرة النجف وادي السلام مقبرة النجف فنقول ما بين النجف و وادي السلام هذا هو الذي أشار إليه سيد الشهداء في خطبته المكية كأني بأوصالي هذا تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس و كربلا النواويس هي مقابر المسيحيين مقابر المسيحيين أتعلمون أين هي في كربلا إنها المنطقة التي فيها قبر الحر هذه النواويس ما هي ببعيدة عن كربلا كم المسافة ما بين الحرم الحسيني وبين المنطقة التي فيها قبر الحر ما بين ستة إلى سبعة كيلو متر لا تكون المسافة أكثر من ذلك ما بين ستة إلى سبعة كيلو متر أنا لا أتحدث عن قبر الحر بالتحديد حينما أتحدث عن المسافة وإنما أتحدث عن المنطقة بشكل عام هذه منطقة النواويس لأن الحر الرياح دفن في منطقة النواويس هذه مقبرة كربلا وهي أساسا مقابر المسيحيين لأن النواويس مقابر النصارى العرب لا يقولون عن مقابرهم نواويس أتحدث عن العرب قبل الإسلام المسيحيون هم الذين يقولون عن مقابرهم من أنها نواويس وهذه التسمية أخذت أساسا من ناووس وهو الصندوق لأن المسيحيين يدفنون أمواتهم في صناديق فسميت هذه المقبرة بمقبرة الصناديق إنها الصناديق والتوابيت التي يدفن يدفن المسيحيون موتاهم فيها النواويس هي هذه التي يذكرها سيد الشهداء في خطبته المكية كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء النواويس هي هذه كربلاء حرم الله هناك من يقول من أن كربلاء في أصلها هذه التسمية كور بابل باللغة البابلية في ذلك الوقت وكور بابل تعني قرى بابل لكننا إذا أردنا أن ندقق النظر في المعطيات التأريخية فإن التسمية الآرامية هي الأليق بهذا الموضوع هناك من يقول من أن تسميتها فارسية كاربالاء يعني العمل الأعلى العمل الأقدس وهذا بعيد أيضا كربئيل كربئيل على القراءتين حرم الله بحسب اللغة الآرامية ولكن بمرور الوقت تعربت الكلمة فصارت أرض كرب وبلع ثم دمجت فصارت كربلا هذا العنوان كربلا كان يطلق على مساحة واسعة وهذه المساحة تدخل فيها مجموعة من القرى الغاضريات مثلا الغاضريات أو الغاضرة كانت تسمى الغاضرة وتسمى الغاضريات أيضا هذه سميت باسم بني أسد بني أسد كانوا يقطنون في هذه المنطقة وبطن من بطون بني أسد إنهم بنوا غاضرة الغاضرة في اللغة تعني الأرض اللينة وكربلا أرض رملية أرض اللينة الغاضرة في اللغة تعني الأرض التي يسهل استخراج الماء منها لكنها سميت ببطن من بطون قبيلة بني أسد إنها غاضرة بني أسد ويقال لها الغاضريات أيضا وهذه قرية يقطنها الأسديون واشتراها الإمام الحسين منهم وهذا أمر له تفصيل في مورده هي قريبة من الواقع ولذا فإن الأسديين هم الذين حضروا لدفن الأساد مع إمامنا السجاد وعلى مسافة ما هي ببعيدة هناك قرية أخرى قرية نينوى هذه غير الموصل في شمال العراق نينوى قرية من قرى كربلاء وهناك قرى أخرى لكنني أشرت إلى الغاضريات وإلى نينوى لأن القرى هذه ذكرت في زيارات سيد الشهداء المكان الذي حدثت فيه المعركة هو الذي يقال له الطف لماذا يقال له الطف لأنه كان قريبا من النهر مثل ما نقول الكورنيش الطف هو الكورنيش المكان الذي يكون قريبا من النهر هذا المكان الذي فيه الضريح الحسين المكان الذي فيه ضريح العباس المخيم ما بين الحرمين هذه المساحة هذه المساحة هي هذه أرض الطف لأنها كانت قريبة من النهر النهر لم يكن عريضا جدا ولم ولم يكن صغيرا جدا لكن كان من السهولة أن يعبره يعبره العابرون على خيولهم فكان نهرا متوسطا المساحة لم يكن نهرا كبيرا وإذا أردنا أن نحدد مكانه ضريح العباس صلوات الله وسلامه عليه الذي نزوره الضريح المعروف ضريح العباس إذا افتردت أنه كان بعيدا عن النهر فلن تكون المسافة أكثر من خمسمائة متر ما بين ضريح العباس وبين نهر الفرات لم تكن المسافة أكثر من هذا فكان النهر قريبا من الواقع إذا أردت أن أقول بأن المسافة تصل إلى كيلو متر إلى ألف متر سيكون بعيدا جدا قد تكون هذه المسافة نحن نحن لا نعرف بالدقة لكنني أستنتج المعاني من خلال القرائن الموجودة من خلال المعطيات المتوفرة إذن هناك نهر الفرات والذي يطلق عليه أيضا العلقم وهذا الإطلاق إطلاق قديم ليس إطلاقا جديدا إنما أطلق عليه العلقم نسبة إلى من حفره في قديم الأيام من حفره قبل واقعة الطفوف في قديم الأيام يقال من أنه رجل من بني تميم يقال له علقم ليس مهما من الذي حفره لأن المؤرخين اختلفوا في ذلك لكن حقيقة واضحة نتحدث عنها هناك نهر يتفرع من الفرات الكبير يمر في كربلاء هو هذا نهر الفرات فرع من الفرات الكبير وهذا النهر ليس طبيعيا إنما حفره حافر أكان من ملوك الفرس كما يقولون من الأكاسر من القدماء أم كان الحافر رجلا من بني تميم أم هناك نهر يمر في هذه المنطقة وقبر العباسي الذي نزوره الآن لا يبعد كثيرا عن ضفة هذا النهر مئات من الأمتار مئات من الأمتار يبعد قبر العباس صلوات الله وسلامه عليه عن نهر الفرات الذي تتحدث عنه الزيارات والروايات وكتب المقاتل وقصائد الشعراء الأرض التي تكون بجانب النهر يقال لها الطف مثل ما قلت لكم الكورنيش أرض الحرم الحسيني هي هذه أرض الطف ويقال لها الحائر الحائر هذا العنوان له دلالتان هناك الحائر الحسيني وهذا الإطلاق أطلق زمان المتوكل العباسي حينما حاول إغراق القبر وفتح المياه على القبر الشريف لكنها بقيت تدور حول القبر ما استطاعت أن تغرق القبر حارت حوله دارت المياه وحارت فسمي بالحائر الحسيني لكن هذا العنوان الحائر الحائر عنوان يطلقه العرب على الأرض المنخفضة المكان الذي بنى الحسين فيه خيامه كان منخفضا فيقال له الحائر فأرض الطف هي أرض الحائر وأرض الطف والحائر هي أرض كربلة هي هي والغاضرية قرية ونينوى قرية والنواويس مقبرة كربلة فهذه الأرض كلها كربلة قطعا هناك عناوين أخرى كقرية العقر وهي مذكورة في كتب المقاتل وتعوذ الإمام من العقر حينما ذكرت بين يديه فهذه المساحة كلها كربلة النواويس جزء منها هي مقابر المسيحيين في هذه المنطقة لأن كثيرا من المسيحيين جاءوا هنا واستقروا ولأن الأرض مقدسة فإن المسيحيين الذين كانوا في الحيرة وغيرها يجلبون أمواتهم إلى هذه النواويس ما يقال له المخيم قطعا المكان ليس بالدقة أن يكون هو هذا لكنه في هذه الأرض في هذه الأنحاء حيث ما هو المخيم اليوم المخيم هنا في هذه الأنحاء مثلما هو قبر الشهداء ليس معقولا أن قبر الشهداء بهذه المساحة الضيقة التي نزورها عبر شباك الشهداء قطعا الحفرة كانت كبيرة الإمام السجاد دفنهم في قبر واحد في حفرة كبيرة عددهم يصل إلى السبعين فلابد أن الحفرة ممتدة بامتداد البناء أما هذا الشباك فهو رمز يشير إلى قبورهم الشريفة قبر الحسين هو هو وقبر العباس هو هو المعالم الموجودة في هذه المساحة هذه المعالم الحقيقية هؤلاء الذين يشككون لا يعرفون التاريخ ولا يعرفون الجغرافيا ولا علم لهم بالمواقع الأثرية ولم يكونوا قد اطلعوا على الخرائط القديمة والحديثة ولا خبرة لهم بالمعطيات المتوفرة في أحاديث العترة الطاهرة هذه الزيارات الموجودة عندنا في كامل الزيارات وغيره كنوز من المعلومات كنوز من المعلومات ترجمة نانسي قنقر